اشتركوا في القناة صباحكم نور على صفحتنا على نورسات الاردن صباح الخير ابونا صباحك نور دكتور وعزائي المشاهدين صباحكم نور جميعا كيفك اليوم ومعلش اليوم احنا مكركبين بمكتب النورسات ما كنا طالعين من الاستوديو لانو الاستوديو عم نعمله تصليحات واعادة ديكورات والى اخره فان شاء الله بطلع شي حلو يعجبكم يعجب المشاهدين منصبح كل الاشخاص اللي على النقل المباشر هلا على صفحتنا اللي طلوا علينا وبصبحوا علينا في هذا النهار ومنقولهم صباحكم نور في بداية حلقتنا اليوم أبونا مننبدأ بأول اشيدان تعطينا البركة والصلاة وبعدين منسرد ومنكرج النشاطات نورسات مكتب الأردن فضل أبونا بسم الاب والابن والروح القدوس الإله الواحد أمين ما أحب مساكنك يا رب لقلبي بيتك بيت صلاة ولقاء بك ومعك نصل إليك اليوم لأجل بيوت الله أن تبقى مصامة بعيدة عن كل أذى لأجل عودة المؤمنين كسابق عهدهم إلى تلك البيوت محتفلين بعباداتهم بعد شفاء نفوسنا وأجسادنا من ذلك الوباء قدس يا إلهنا نفوسنا كي تبقى نقية وتتعبد في كل خشوع لك وبإيمان ومحبة وسلام آمين آمين يا أبونا آمين هو اليوم الموضوع حيوي وأنا كمان يعني بحب هاي المواضيع خاصة إحنا هلا على بداية في أسبوع المقدس التحضير للأسبوع العظيم اللي هو الأسبوع الذي يسبق عيد القيامة فموضوعنا اللي اخترناه اليوم عزائنا ومتابعينا على صفحتنا على نورسات جوردان وبعد قليل على تلفزيون نورسات الموضوع اللي دائما يتحدث فيه الكهنة موضوع نحترم بيت الله نحترم الكنيسة والدخول إلى الكنيسة وكيف ندخل الكنيسة وبأي حلة فرح أبونا جورج يحكي من ناحية كتابية كما ورد في الإنجيل المقدس رح نستقبل أسئلتكم على صفحتنا على نورسات جوردان منحب نسمع أسئلتكم للأسف ما فيه اليوم اتصالات لأنه موضوع الاتصالات كان بده تحضير لتليفونات وتمديدات للتليفونات فما فيه بالإمكان هذا الأسبوع لكنه عيدكم الأسبوع القادم أنه الأمور تتحسن ويتم وصل الأجهزة الهاتيو عشان يصير فيه اتصالات وأيضا منحتزر من الأباء الكهنة اللي عادة بصبحوا علينا ومنستفيد منهم ومن كرزاتهم لإلنا أبونا فرح حجازين اليوم نحن منفتئدك منتمنى لك أعياد مجيدة مباركة يا رب نقول لك كل عام أنتوا بخير للأسف اليوم ما رح تطل معنا لكن نفسك وروحك معنا وانت طبعا بلغتنا نسلم على جميع المتابعين على صبحتنا نورساد جوردان لأنك مشتائلهم كمان وبتصبح وبتعايد عليهم كمان لكن إن شاء الله الأسبوع القادم رح تكون معنا مرة أخرى جديدة في حلة جديدة إن شاء الله وكان أبونا المفروض أبونا بولوس مرديني منعتذر كمان منه لعدم إمكانية التواصل عبر الهاتف لأنه بصراحة نحن كنا عاملين البرنامج لعمل صياني للستوديو والتمديدات الجديدة بالكبلات الجديدة طبعا هاي أمور فنية لكن للأسف البرنامج تأخر والجدول تأخر نتيجة رمضان والتوقيت وساعات الحضر والترويحة فما أدروش الشباب يكملوا الشغل على الوقت فتأخرنا يوم واحد فمنعتذر منكم فمنعتذر من أبونا بولوس مرديني وإن شاء الله في لقاءات أخرى رح نستضيفه معنا في برنامجنا صباحكم نور من نسبة لبرنامج الأسبوع المقدس أنا بحب هيك بس أستعرضه موجود البرنامج على صفحتنا على نورسات جوردان طبعا يوم الأحد نقلنا أداس مباشر على نورسات من كنيسة القديس بولوس الرسول اللاتين بجبيه وهي كنيسة جديدة لم تدشن رسميا بسبب أوضاع كورونا لكن كانت متتشين زي ما بقولوا محلي لكن إن شاء الله بعد ما تفتح الكنائس بشكل كامل وأيضا تكون الوضع الوبائي بالأردن وضع طبيعي إن شاء الله بتمتشينها على مستوى كبير واحتفال كبير فكان الساعة عشرة صباحا وتم بثه على نورسات الساعة الواحدة ومبارح كمان كان في الاثنين المقدس اللي هو صلاة المراثي الكنيسة اللاتينية بتعمل صلاة المراثي والكنيسة الكاثوليكية بتعمل صلاة الختم الكنائس الكاثوليكي والأرثوذكسية أيضا صلاة الختم في المغرب رح ننقل أيضا صلاة المراثي من كنيسة العذراء الناصرية للاتين بصويفية اليوم رح يكون على الفضائية الساعة خمسة بيه بث مباشر من كنيسة العذراء الناصرية للاتين بصويفية ويوم الأربعة رح ننقل من كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية الساعة خمسة بعد الظهر على الفيسبوك وعلى فضائية نورسات رح يتم فيه صلوات وتأملات للأسبوع المقدس ورح ننشر أيضا البرنامج الجديد ليوم الخميس الأسرار والجمعة العظيمة وسبت النور وأحد الفصح من كنائس مختلفة من الأردن للاحتفال ومشاركتكم معنا بصلوات هذا الأسبوع المقدس من كافة الكنائس طبعا هذا البرنامج نقل من الأردن وأيضا النورسات هي كالعادة بتنقل من الأوتس يوم السبت العظيم، سبت النور وفيض النور وأيضا من كنائس أخرى الشرقية لأننا نحتفل بالقيامة بالطقس الشرقي لأن الطقس الغربي صاروا بخمس أسبوع يعني فترة زمانية هذا بالنسبة للأسبوع المقدس فأنتوا تابعوا صفحتنا على فيسبوك لللي مهتمين يحضروا أدديس من الأردن تابعونا على صفحتنا رح ننشر البرنامج إن شاء الله هاليومين طبعا بالنسبة لفي شي حلو نحن بنشكر عليه أبونا أنتون دواهي أبونا أنتون دواهي هو من كهنة الرعية المارونية في القدس وكان عندنا هوني بالأردن وتم الاتفاق بعد ما أنه يستقر في الأراضي المقدسة ويتعود على الوضع هناك أنه يصير ينقل لنا بشكل مباشر من الكنائس ومن داخل الكنيسة يشرح عن الأماكن المقدسة فإنبارح كان مباشرة من كنيسة القيامة مع أبونا أنتون دواهي نقللنا بشكل رائع وتأملي رائع حسب عادته لأبونا أنتون عنده أسلوب رائع لقى استحسان ومشاهدة رائعة من كنيسة القيامة على صفحتنا على نورسات فنحن نشكره ونشكره على هذه المبادرة أيضا ووعدنا بالمزيد حيث ذكر ترقب الليلة صلاة عفوية مباشرة من داخل كنيسة القيامة من أمام الجلجلة حوالي تسعة وثلاثين ساعة تاسعة ونصف مساء مع الخوري أنتوان أدويهي الوكيل بطري أركي الماروني في القدس أورشاليم يهرب في هذا الأسبوع المقدس نرفع عليك نوايا كل شخص يلتمس منك العون والقوة لا ترد أحدا خائبا بل أعطي لكل واحد ما يقوله إلى خلاصي وتقديس اسمك القدوس وصلي بشكل خاص عنية نورسات الأردن لتبقى منارة في الأراضي المقدسة تنقل رسالة المسيح إلى كل عطشان إلى كلمة الحق والحياة آمين فنحنا منشكرك أبونا منشكرك أنك بتذكرنا بصلاتك أيضا وبطلب أبونا أنه أي حدا حابب أنه يذكر عيلته ويذكر اسمه وخلال تجوال أبونا وخلال صلاته في الكنيسة القيامة أنه يحط اسمه بالتعليقات على الكومنت وأبونا أنطوان رح ياخد الأسماء ويقدمها إلى الكنيسة عمد بحر رب للصلاة والنيل البركة فمنشكر أبونا أنطوان دويه مرة أخرى ويعطيه العافية وكل سنة وانت سالم يا أبونا طبعا ننقول كمان خدمة صلاة السحرية الثلاثاء العظيم المقدس الختن الثاني من كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانة من مرج الحمام كان مبارح وصلاة الختن الثانية من دير السيدة العضراء ينبوع الحياة من دربين تم نقله مباشر أيضا على صفحتنا على نورسات وسيتم نقل مباشر يوميا لهذه الصلوات على صفحتنا على نورسات الأردن فبتقدروا أنكم تتابعوها حسب كل كنيسة الطقس اللاتين، الطقس الكاثوليك والطقس الأرتوديكسي عاملين مسكنيا نحن بالنورسات فهذه روعتها يعني النورسات أنها بتجمع كل الكنيس تحت مضلة إعلامية واحدة الكنيسة الأسقفية أيضا الكنيسة الأسقفية العربية مبارح كمان نقلوا على صفحتنا نورسات الأردن من التأملات والصلوات من الكنيسة الأسقفية العربية مشكور الغسيس فاي حداد وإن شاء الله نكون معك يا إسيس يوم الأربعة بنقل مباشر على فضائية نورسات أيضا فشكرا لك ولعيلتك الكنسية وعيلتك أيضا الأسرية في أيضا كمان هناك صلاة المزامير والمراتي مثل ما خبرتكم من كنيسة الجبيهة في تقارير من برنامج لكم الأسبوعي وهي الأردن في أسبوع طبعا نشرة الأخبار وأيضا نشرة الأخبار باللغة الإنجليزية على الفضائية بالإنجليزي فنحنا صارت عنا نشرة أخبار الأردن في أسبوع ونورسات جوردن إنويك وأيضا طبعا برامج النشرة بتكون نحن حطينها مقاطعينها كلها تقارير واحدة وردتانية وأيضا في تقرير كنيسة من كنائس بيت جالا وأيضا كنائس من الأردن هذه النشاطات التي كانت على صفحتنا على نورسات الأردن وقريبا إن شاء الله يعني هذه مفاجأة كنا حابين أن نطلقها قريبا سنطلق موقع ألكتروني نورسات جوردن نورسات جو دوت كوم فقريبا سيتم الإطلاق إن شاء الله بعد ما نتفق على يوم حدد لإطلاقه مع مجلس رؤساء كنائس الأردن فإن شاء الله قريبا ترقبوا نورسات جو دوت كوم موقع إخباري خاص في نشاطات الكنسية لنورسات الأردن فهاي بالنسبة لأخبارنا أبونا وبالنسبة لوضعنا اللي بيسأل عن وضع كورونا في الأردن نحنا وصلنا قبل فترة بصراحة منحنة جدا خطر في انتشار الوباء عنا في الأردن الحمد لله يعني هلأ إحنا المنحنة عم بيهبط وعم بينزل والأعداد عم تنزل وصلنا إنه نوصل أعداد تسع تلاف وعشر تلاف باليوم لكن الآن اللي عم بيوصل بحدود الالفين وخمسمية لتلات تلاف إصابة يوميا وعن عدد الوفيات بلشت يتناقص أيضا وينخفض فكان في عنا يوصل لتقريبا مئة شخص باليوم لكن هلأ صار بحدود المبارح هيك شي 45 مبارح كان أوطى مرة يعني من فترة فلسا كورونا في عنا تخوف من كورونا لسا عم نستعمل الكمامة لسا عم نستعمل التباعد الاجتماعي عشرين شخص في المناسبات الكنسية مثل العياد الميلاد أو العمميد طبعا إحنا في زمن الفصحي هلأ هاي الأمور خفيفة لكن تجمعات كمان لقدام إن شاء الله بيصير في تعليمات جديدة أنه يخففوا الحضر عنا الساعة الستة بتسكر كل المنشآت التجارية الساعة السبعة كل الناس محظورة بترجع بيوتها فعنا فترة الحضر يعني ستة سبعة المساء للناس فلازلنا يعني إحنا محافظين على هذا الوضع المقيد من التحرك لكن يعني ما في باليد حيلة زي ما الواحد بيحكي نعم دكتور أنا حاب أوجه كما رسالة للأخوة المؤمنين اللي بسمعونا أنه الصلاة على وسائل التواصل الاجتماعي أجازتها الكنيسة بهذه الفترة فيعني ما بدا نشوف يعني تسرع في العودة للكنائس بنوجه أخوتنا خصوصا كبار بالسن والأطفال عدم ذهاب في هذه الفترة إلى الكنائس حتى لو عادت الفتح في فترة الصلوات يستطيع الإنسان أن يصلي صلاة الختم أو صلاة المراحم أو متابعة فضائية النورسات على صفحتنا على الفيسبوك فنوجه أنه الانتباه لهذه وما نحمل الكهنة المسؤولية القانونية تجاه هذه الممارسات خلينا نتقيد ما نتوجه إلى الكنائس إلا في الأعداد إلا سمحت فيها الحكومة وما نتجاوز هذا الحد بليز نترجى من الجميع ما تحرجوا الكهنة مع السلطات الحكومية سيدة يا أبونا أنا تجاوزت هذا الموضوع ويوم الأحد طلعنا كعيلي أنا وبنتي وطبعا مش كل العيلي وحتى الصغار طلعنا على الكنيسة فتكرنا أنه ما في أعداد كثير كبيرة لكن ما شاء الله طبعا الكنيسة تتسع لي كنيسة الجبيهة وهي جديدة فتتسع فوق الأكثر من ألف شخص فلكن اللي كان عدد أوكي موجود لكن فيه كان يتجاوز 250-300 شخص أنا إن شاء الله فيعني قعدنا هيك كلهم متطرفين مترفين بعاد عن بعض بالضبط لكن أنا تفاجأت وقدما الناس عندها يعني هيك شعور نحبة تيجي يعني مبسوطة للأطفال حملينها الشعنين ولبسين هالحلو يعني لأنه السنة الماضي أبونا انحرمنا نحن من الأسبوع المقدس نروع الكنيسة مظبوط أحضرنا وعملنا بيوتنا كنايس بالضبط لكن كانت الناس متشوقة إنها تروع الكنيسة وتحتفل بالشعنين متشوقة إنها تلبس أولادها الإشي الحلو وهنا يطلعوا على الكنيسة فحسيت بالناس هيك الشوق لخاصة لما طلعوا برا وصاروا يتحدثوا مع بعض مع التعائلات لحن بدنا إحنا الله يسلم الجميع وإن شاء الله ما بتصير في حالات أو ما في إصابات الحمد لله إن إحنا بلشنا ببرنامج المطاعيم كمان عنا بالأردن وهلا صار تقريبا أعداد كبيرة مليون مليون وصلنا ماخذ المطعوم طبعا في ناس كمان عنا مليون إصابات وإحنا مضبوط عشرة مليون لكن إحنا نصنا نص الأردن إنتم تعرفوا مجتمع فتي يعني نصنا أطفال فمنقول إنه بحدود لأربع مليون ممكن إنه سوف ينالوا المطعيم إن شاء الله من هون لشهر ستة وسبعة طبعا حسب البرنامج اللي عم تعمله الحكومة في برنامج المطعيم مشكورة عم تعمل جهود كبيرة الحكومة في إنها تسارع وتسرع عملية التطعيم والمطعيم فالحمد لله هلا بلشنا نحنا بأعمار تلاتينات وحتى عم بيوصلوا بالعشرينات موليد التسعينات اللي أخذوا المطعيم طلاب الجامعة أخذ نعم وأخذوا المطاعم طلاب الجامعة حتى القطاعات اللي بدهم يفتحوها هلا مثل مثل عن صلاة الرياضة الفنادق المطاعم واللي بيخدوا في المطاعم عم بيعطوا أولوية لهذه القطاعات والأشخاص اللي بيشتغلوا بهذه القطاعات إنهم يتطعموا عشان يقدروا يفتحوا بالضبط حتى في توجه إنه موظفين الحكومة في أماكن عملهم يجي ليجلي من وزارة الصحة الطعمهم كلهم يعني بدون استثناء يعني حتى بالعمر لا كأنه الكل يطعم فالتوجه للفتح القطاعات عنا لأنه في بعض القطاعات لسا مسكرة من السنة الماضية وتأثرت جدا الوضع الاقتصادي طبعا زي كل العالم نحنا كمان بالأردن نحنا متأثيرين من الوضع الاقتصادي وإن شاء الله يا رب أنه يزيح عنا هذه الغمة وهذا الوباء يحمل جميع ويحمل جميع بصحة وعافية ديروا بالكم خلال فترة الزمن الفصحي إنكم ما تستهينوا ما تد يعني ضلكم محافظين على التباع وضلكم محافظين على الكمامة قدر المستضاع تجنبوا التجمعات والتجمهر الكبير وإذا فيه كان مجال للتجمهر أو إنه حطوا الكمامة حفاظا على سلامتكم وإذا حسيت حالك مريض وهيك رجان ابتعد وأحجر حالك ما تغامر بالآخرين لأنه حرام تعدي غيرك ممكن غيرك أنت جسمك يتحمل المرض لكن آخرين ما بيتحملوا المرض فما تحمل حالك زنب الآخرين أنه لا سمح الله يصيبهم المرض ويصيبهم شيء أنت كاسة تكون سيئة لأنه هذا المرض يعني فيه ناس بتستهين فيه لكن هو خطير على بعض الأشخاص اللي ما بتحملوا خاصة اللي عندهم مناعة قليلة كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة فديروا بالكم مع حالكم ما تحملوا نفسكم زنب فهي السنة بنتحملها شوقكم لأنكم تحضروا الصلاة والشوق إنكم تشاركوا السيد المسيح بألامه بجمعة العظيمة وتشاركوا في سبت النور وأحد الفصح ببيت الله لأنه إحنا اليوم عم نحكي على بيت الله وتقديس بيت الله عندما ندخل بيت الله فإنه نتحمل هذه السنة وإن شاء الله قريباً في التزامنا سوف نعود وإن شاء الله أكتر وأكتر في حضور القدديس والمشاركات فيها أبونا إحنا طولنا على المجتمعين طولنا عليك للحديث عن موضوع بيت الله بس حبينا إنه نشارك الناس أخبارنا بالأردن وبنحكي عن وضعنا كمان إحنا بالأردن كون إحنا منطلع بهذا البرنامج من الأردن فحلو إنه نحكي للناس واللي خاصة تسأل عن وضعنا وتسأل عن حالنا إنه حالنا زي بقيت هالبلدان حالنا لكن بصلاتنا وتكاثفنا وإن شاء الله بصلاتنا اللي منقدمها خلال الأسبوع المقدس أبنتو كمان أبونا الكهنة اللي بتقدم الصلاة في الأسبوع المقدس إنه ربنا يرحمنا برحمته وهو قادر على كل شيء وكمان يا أبونا بدنا نوجه صلاة خاصة ودعاء مع الأشخاص اللي على بلدنا العزيزة فلسطين اللي فيها الأراضي المقدسة اللي يسوع الآن هو سوف يسير في شوارع مدينة القدس في الجلجلة درب الألام درب الألام هذه البلد اللي عم بتعاني مؤخرا وأيضا فيها اشتباكات وسمعنا إنه في مشاكل فيه اعتقالات كثيرة في أيضا كمان استشهادات كثيرة فإحنا بنطلب الصلاة لمدينة السلام إنه ربنا يمنحها السلام يمنحها العدالة يمنحها المجتمع الدولي ينظر إلى هذه المدينة ويحاولوا إنه يعطوها حقها ويعطوها عدالتها يا رب فمنرفع الصلاة لأجل أخوتنا في الأراضي المقدسة ربنا ينصرهم ويحمل جميع يا رب بمجد ربنا وقيامته المجيدة فكل شعورنا ومشاعرنا متوجهة لإلهم في هذا الأسبوع المقدس وألامهم هو من أجل مجد ربنا يسوع المسيح فأبونا نحكي عن موضوع بيوت الله خاصة هلا في هذا الزمن المقدس الكل بتوجه على الكنايس وزي ما حكينا مزينين ومبسوطين على اللبس والجمال وإلى آخرين لكن مؤخرا شعرنا إنه فيه زي ما تقول استهتار من بعض الأشخاص أنا متأسف على هذا التعبير لكن فعلا فيه استهتار من بعض الأشخاص لدينا دخولهم للكنيسة وخاصة في المناسبات الرسمية أو في المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس والمناسبات الاحتفالية إنه عدم الاحتشام في اللباس عدم احترام المكان بستعملوا الهاتف وهن بقلب الكنيسة الكلام اللي مع بعض وفتح القصص بالكنيسة مع إنه بيت الله وهو تجمع لشعب المؤمن لكن أيضا ما بدنا نغيب حرمة المكان زي ما بحكوا رهبة المكان لأنه إحنا لما منيجي على الكنيسة منيجي عشان نصلي لكن أمور الأخرى بنترك خارج الكنيسة فأبونا كيف ترى الآن نظرة الناس لبيت الله؟ مزبوط هو أنا بحب أبلش بزي مقدمة تاريخي كتابي نعم يعني بداية قبل ملك الملك داود يعني قبل تحول القبائل العبرانية إلى شعوب منظمة ويصبح لديهم ملك وتصبح لديهم دولة قبل ذلك كانت العبادة متنقلة يعني تابوت العهد الذي يحتوي الوصايا العشرة التي أعطاها الله لسيدنا موسى كانت تتجول معهم في حلهم وترحالهم أينما تنقلوا أينما ذهبوا كان كنيستهم معهم يأخذوها اللي كانت عبارة عن خيمة بالضبط خيمة الاجتماعي سموها بالضبط خيمة الاجتماع وعندها ترحالهم بالضبط بس كان يا ربنا في أيات جميلة في الكتاب مقدس في سفر التكوين وقبل أنه كان يقدس هذه الخيمة يعني طبعا أكيد أنا فيها وصايا بالضبط وبقي هذا الحال طالما بقيوا يسكنون الخيام ولكن مع داود ومع تأسيس المملكة وبناء البيوت وفكر داود أنه أنا قاعد ببني لحالي بيت وقصر وللملك وعظمة الملك وهذا الترتيبات كلها ففكر وطلب من الله أنه بدي يبني له هيكل يصلوا فيه مجتمعين فقبل الرب الإله لفكرة داود قال له بس مش بعهدك بتتحقق بعهد سليمان ابنك وفعلا بعد انتقال داود من هذه الحياة إلى الأبدي أتى فيما بعد ابنه سليمان وقام في البناء ببناء دقيق ومقاييسه دقيقة جدا يعني بالمتر وبأي باب تدخل وفيه وصايا كثيرة بسفر كامل بيحدد البناء الهيكل وكيف الترتيبات الهيكل مع يسوع المسيح لما إجا وزار الهيكل وشاف الممارسات اللي اللي بيتم فيه بسميه أنا الغضب المقدس هالغضب يسوع مشان نحكي إنه نعم غضبة يسوع لكن فيه نوعين من الغضب فيه الغضب المقدس اللي ما بغضب عشان نفسي أنا لكن علشان غيرته بيتك أكلتني يا رب بتطلع لما نشوف الواحد ممارسات اللي تفضلتي بالمناسبات بالأفراح بالهيك بنشوف ممارسات غلط فبيضلوا ساكت واحد ما بقدر يضلوا ساكت لازم يتدخل ولكن بطريقة الغضب المقدس ليس بالصوت العالي ومش بالاستخدامنا سمح الله الإيدين لكن في إصال خطورة الموقف اللي قام فيه الشخص نوضح له فيفهمه فهو من نفسه بخجل على حاله من هذا الموقف يعني اغضبوا ولا تخطئوا رسالة القديس بولوس إلى أهل أفسس الفصل الرابع والعدد ستة وعشرين بقولهم اغضبوا ولكن شو المقياس أن لا نخطئ أن لا نسيء للآخر أن لا نشوه صورة الله اللي هالإنسان انخلق على صورة الله ومثاله لا يحق لي أنا أنا أشوه هاي الصورة وأسيء له سواء بالألفاظ وسواء بالتنمر سواء بأي أنواع الإساءة لا يجوز ولكن يجب أن يفهم جسامة العمل اللي قام في الشخص وأنا بكنيستي بالزمنات بالمطرنية لما كنت أخدم بكاتترائية القديس جورجوس بعد إكليل كنت بحكي لك القصة قبل شوية الدنيا بتشتي فخلينا المباركة جوا الكنيسة فأحد الأشخاص طال سيجارة وصار بدي يدخن نفكر حاله في المباركة عادية فلما حكيت له أنا لو سمحت إحنا بكنيسة ما بجوز رماها على الأرض الكنيسة ودعسها قلت له يعني أنت لو خليتها ماسكها كان أفضل بس أنت عملتها كأشي مشيني يعني طف السيجارة جوا الكنيسة يقول له مهو ما في صلاة هلا مباركة فبنحب ننوي ونميز أنه بيته أبي بيته صلاة في كل الأوقات مش أثناء إقامة الشعائر الدينية فقط هي يعني مبلش القداس على الثمانية ببلش إحنا من السبعة ونص بنبلش سواليف وقصص وطقمك حلو من أين جبتيه اليوم وهذا بيقوله استنى شوي هلا بسألك إياه بدقه على الموبايل وهو قاعد بالكنيسة من هون شفت بعض الكنائس يعني عجبتني وأنا اشتريته الجهاز اللي بيعمل بلغي النت والاتصال كمان على بس بعدين بطلنا لأنه لما بيبث أونلاين الواحد نعم هذا للأسف نعم بتلاقيه وإحنا من بثقور أونلاين التليفونات بترنب مع الناس يا جماعة حطوها على السايلنت يا حطو يعني بدين نتبه الواحد بالضبط إنه هاي بننوه إلها وفي بعض الكنائس بيحطوا حوالى عشر وصايا قبل ما يفوت الواحد بتحكي عن إنه كيف تدخل الكنيسة كيف تتهية الحشمة باللباس وخصوصا بزي ما تفضلتي بالحفلات الزواج الكليل نعم بنشوف أحيانا ممارساتي شوية يعني بدنا ننتبه إلها بدنا ننتبه إنه ما بيجي على الكنيسة الواحد لازم يلبس رسمي لما بروع الروسيبشن على الحفلة يلبس الإشي المحضر ما في داعي نفس اللبسة اللي بيجي فيها على الكنيسة هي اللي بدي يحتر فيها السهرة بس عشان نوع من الخصوصية وبعجبني في بعض أماكن العبادة إنهم بيحطوا الإشارة على الباب الزلام بيشلحوا الإعقال لأنه ما بيفوت فيه قد يسبوله مفصل الموضوع يعني عن الحشم اللي بيحكي نعم نعم وكيف الواحد يكون أثناء العبادة أثناء يعني هاي أقدس وأطهر لحظات لقاء الإنسان هي صلاة يعني صلة اتصال يعني كان يبحكي تلفوان مع يسوع قاعد في بيته بعد شوي بدي أتناول جسد ودمه يعني هاي الروحانية العميقة من جو هذا الشعور هذا الحس المرهف يجب إنه يرافقه ناس تساعدني يعني فيه ناس بتكون مثلا متعودة إنها لازم تصلي ومع الوقت مع الوقت بدنا ننتبه إنها ما تتحول فقط لعادي وتفقد الجوهر اللي فيها يعني بتلاقي مثلا بصلي المسبحة والقداس شغال بيبعث مسيجات لأنه خلص متعود هو بيجي على الصلاة بس أنت قاعد بتشوش كمان يمكن على ناس اللي اللي في جنبك احنا بنحب الأطفال دائما يجوا وبحياتي ما حكيت لطفل أزعجنا بالقداس إنه لأ لأنه دعوا الأطفال يأتونا إلى يسوع مع شاب مين هو الكاهن اللي يبدي يخلي الطفل ما يحب الكنيسة أو يخاف من الكاهن لا بالعكس ولكن الأهل انتبهوا إنه هاي الشغل بتزعجي الناس اللي حواليهم فصاروا إنه كل الكنيسة عام مدخلها يعملوا ويحطوا سماعات ويجدوا بعض الكنائس اللي خدمت فيها عملت مكان للعب كمان ممكن يلعبوا في المراجيح يتسلوا لولادي شوي أثناء اللي يصلوا إذا عندهم شغال ممكن تقعد حدا مرافق للأطفال أو زي بعض الكنائس اللي أنه هو السماعة وموجود القداس ويجي الكاهن على هاي الحجرة ويناول الناس اللي يجالسين مع أطفالهم بدنا نعطي تقوية الكنيسة حقها والتقدم والتطور وكل هاي اللي بيشوفه القدسية وجوهر وروح الصلاة لا يتبدل ولا يتقدم بكل التكنولوجيا اللي احنا عم بهاي عوامل مساعدة فقط إنها نقدر نوصل لناس أكثر صوت ربنا والكنيسة اليوم بيشوف الكرة الأرضية كلياتها بتسمع قداس للنورسات من عمان بيشوف الكرة الأرضية كلياتها مجتمعة تصلي هذا شيء جميل هاي روح العنصرة هاي روح المسكنية هاي روح وحدتنا مع الله بدنا نحافظ على هاي الأجواء وخصوصا الشباب الصغار اللي بحبوا يخدموا بالهيكل يعني ما بصير تجي لي بالشورت ولا بالمايوة جاي اللي بدك على الكنيسة تخدم جواب أبونا شو بالدنيا عادم فوت ماشي هالمرة فوت بس المرة جايدة تنتبه حبيبي على القداس خلينا لابسي اللي بس هيكة يعني مختلف شوي لبس رسمي إذا عندك مقابلة مع وزير شو هو الوزير بالنسبة لي يسوع مقابلة مع وزير الواحد بالبس رسمي وبتحشم ولما بدي روح الكنيسة بدنا ننتبه أنه نكون فيها بهذه الروح التقوى هذه التقوى اللي بتحافظ على قدسية المكان والروحانيته وبنشوف يسوع لما شافهم بالهيكل ببيعوا بشتروا وبتحول بشوفها المشاهدة كثير الواحد لما بيسافر الحمد لله بالأردن ما فيها بس في كثير من الدول لما بنسافر عليها بيشوف جوا الكنيس ببيعوا المندوبين المبيعات ببيعوا سواء الحلاء والصلبان والأشياء التقسية كل هاي الأمور بنشوفها قاعدة بتنباع جوا الكنيسة واللي حصل مشاهدات يسوع بالهيكل بتحصل اليوم في بعض الدول بنشوفهم ببيعوا وبشتروا جوا الكنيسة والقداس شغال بصير يوزع على الناس شغلات مادية غضب يسوع غضبا مقدسا وذكرهم بما يقول العهد القديم بما يقول النبي إشعية بيته أبي بيته للصلاة وبيحنى الثنين كمان بيحكي يعني غضب مقدس شديد اللهجة عالي الوتيرة يعني لما بدي يكون في ممارسات لا تريق في مكان هالقد مقدس بدي ينتبه الواحد المنطقة السياحة الهواكتها والسهر اله وقته والكنيسة الهواكتها يعني في ناس بيحكي هذا مثلا مراءة أو تقلب لا بالعكس هو يعني الواحد بدي يواكب الأشياء اللي حواليه ولكن هي الطريقة تختلف ممكن الواحد وجبة الأكل الصحية المناسبة يوكلها بالمكان مخصص إلا بس يجعباله يوكلها في مكان هو بتحمم هو بتبطل يعني في خصوصية للإشياء فكل شيء في مكانه مناسب وهي الزمان والمكان يعني في كلمة بتنحكى بوقتها أحسن من كتاب كامل ينعمل ويوجهه لأشخاص مش الأشخاص المناسبين يعني بيته أبي بيته صلاة يسوع المسيح أنا والآب واحد ركز على وحدانية الشركة ولقاء الصلاة بنشوف يسوع يعني كيف لما بالتجلي صلى كيف صلى بستان الزيتون كيف كانت الصلاة اللي هي حددها يسوع بنوعين الصلاة تدخل على غرفتك وسكر الباب وصلي وأبوك الذي يرعب الخفية هو يكافئ للصلاة وفي الصلاة بمعنى الكنيسة مش الحجر البشر الكنيسة اللي هي أنا وانتي وكلياتنا مع بعض وكل واحد ما وهبته بتختلف الكاهن إذا بدي يصلي وما في مرتلين عنده بيكون القداس يعني بروحانيته وبقدسيته ولكن للناس مش احتفالي يعني لما تابعنا مبار حضرتك بترتلي بالقداس بالجبيعة وقدش الناس حست إنها رجعت الكنيس تفتح بس لما إحنا بنحكي والناس بيردوا علينا بدون ترتيل بدون ترنيم بتكون يعني زي العرس اللي على السكت اللي قاعدين بعملوه في كرانة هذا لا إحنا فرحنا بنحب يكون عظيم مش بعدد الأشخاص ولكن بجمالية الأصوات برائحة البخور الشمع المضاء الأجواء هاي كلياتها الأيقوني المقدسة بتطلع هاي بتعمل سكينة في داخل الإنسان ما بفتش عنها الإنسان وإن من كان بفتش ما بيلاقي هذه السكينة إلا مع الله لن تستريح روحي إلا بك يا الله بحكي القديس أغسطينوس فهذا الجمال ما بني يجي واحد ما له إشي زعلان يجي يزعج الناس كلياتها اللي موجودين جايين هم يصلوا فينتبه الواحد أنه يحافظ على هذه الأجواء اللي بتجعل فعلا هذا البيت بيته أبي بيت أهب السماوي اللي بتمجد وبتقدس في يسوع المسيح ونكون كلياتنا جماعة مؤمنين مع بعضنا البعض متحابين في مودة بيناتنا وشركة هذا الرعيل مع بعض البعض اللي الكهن بيجمعها والأسقف بيجمع الكهن لكلياتهم بكل الرعاية وبيصير هالعائلة الكبيرة اللي هي الكنيسة مش الكنيسة اللي هي بحجم بنائها ولا بضخامة مقتنياتها ولا إلا بمؤمنيها ولا إلا بمؤمنيها محبيها الجسد أن تكون كنيسة بشا يسلمي أبونا بالنسبة لموضوع الكنيسة وبيت الله هلا نحن في عم بيصير في مؤخرا من بعض الجماعات إنه الكنيسة أي مكان تجمع وين مكان ممكن يكون ككنيسة كبيت الله إنه ما يكون محدد كنائس إنه هي بس في بيت الله قلبي بيت الله كنيسة في بيتي كنيسة فنحن بدنا نأكد إنه كل الشواهد الكتابية من العهد القديم تدرجان إلى العهد الجديد هناك نحن بدنا شي متفق عليه وإنه لا يحتمل اللغط أو يحتمل المجادلة فيه أن هناك كنائس من حجر كمكان ثابت صحيح هو مش بس فقط كيان لكن أيضا مكان الكيان موجود الكنائس في قلوبنا لكن المكان ببناء وحجارته وتزيينته وزينته وأيقوناته وبالشكل الفخم كمان التي تبنى عليها الكنائس طبعا كل حسب كل بلد حسب إمكانياتها حسب الفن المعماري الدارج بهديك المناطق يعني منشوف كنائس كتد رأيات ضخمة مزينة بشكل فخم جدا لأنها هي بيت الله لا بيت الله نعم ربنا أراد كنائس حجر أيضا كمكان ثابت كان بالعهد الأديم ينقلوا خيمة مقدسة ربنا كان كغمامة يضلل عليها ويشعر الناس اللي داخلها اللي هو تجمع الأشخاص اللي ربنا كان يحكيهم أنه يشعروا برهبة المكان لأنه ربنا كان موجود وأيضا كان يدهنوا الحجر ومكان إقامة الصلاة بالزيت المقدس يعني كانت في عندهم ممارسات لتقديس المكان بالزيت والطيب والتطهير أنه يكون كمان بيت نظيف ومطهر مش بيت يعني يكون مش نظيف إلى أن صار في النصر الكلمة ربنا بين الأمم هناك لما صار في بين الأمم واجتمعت وانتشرت في البلدان صار في كنيسة في كل مكان كنيسة ثابتة وفي شواهد كثيرة في العهد القديم أيضا لبناء الكنائس بين الأمم لما يجى سيد المسيح ثبت أن هذا المكان بيت أبي يعني هو مش أنه هلا بصير بيت أبي لا هو من زمان كان بيت أبي فلا زال بيت أبي اللي هو الهيكل مع أنه اليهود ما ردوا عليه يعني قالهم جعلتوا بيت أبي بيت الوصوص ومرة قال بيتي ومرة تانية لما شافهم مش عم بيردوا عليه ولا بيقدسوا هذا البيت ولا عم بيحترموا قالهم وتركتوا لكم هذا البيت خرابا ليترك لكم بيت هذا البيت خرابا لأنه ما احترمتوا فإذا أنتوا ما احترمتوا بيت الله ربنا ما رح يكون فيه فاحترام بيت الله واجب علينا وهذا واجب على المقيمين فيه من الكهن والإكليروس أنهم يحافظوا على بيت الله فلما الكهن يطلب من الأشخاص الالتزام باللباس يطلب من الأشخاص احترام المكان عدم استعمال الهاتف السيجارة بعد الأداس يطلب من السيدات الاحتشام خاصة في بداية كل صيف بتلاقي بطلب أنه نحن عم بداية نهاية الشيطة لأنه عندنا مشكلة بالشيطة الشيطة الكلة بس مسطر بس بالصيف هو اللي دايما بتكون في عنا موضوع عدم الالتزام باللباس المحتشم كان بالزمنات أبونا بعرفش أنه هلا ممكن المشاهدين يتذكروا وممكن اللي عم بيتابعونها من السيدات الكبار أو من التيتات كمان يكون في لباس خاص للكنيسة ما قصبول كان يعني بي يعني كانت السبتات أبونا وأنا بتذكر من رحمة حماتي ومن الوالد الماما تقول لي لا كان عندها بالخزانة يكون حاطة هدول اللبسات طقومة طائم كامل مرتب مع الإشارب مع الجزدان مع لاي إنه هذا لباس الصلاة كان قمة الأناقة تلاقيهم بلباس الصلاة يلبسوا أحلى بتلاقي الطائم اللي بيشتروه أول لبسة إنه يطلعوا فيها على الصلاة يعني ما بعرف هذا الشيء أبونا من وين أخدوه من وين اتعلموه كان التعليم القديم إن كان بالمدارس بالعائلات بالبيوت كان في احترام الكنيسة يعني الأم ما تطلب أو بتشوف بنتها رايحة عصلا بلباس غير محتشم ترجعها وتقول لها بتلبسي لباس محتشم هذا اللبس للنادي لطلعتك بالشارع ما بمنعك لكن الأم واجبها من البيت من المنزل لما بتشوف بنتها طالعة من البيت بلباس غير محتشم هي تفرض عليها ما تستنى الكاهن يقول لو صباحتي تستري يعني ما تأخذني أبونا إذا البنت الأم أو الأسرة أو الأب راضي إنه بنته رايحة على الكنيسة بهذا اللباس يعني الأساس خطأ فكيف الولاد مظبوط إنه حلو إنه عم رايحين على الكنيسة هذا بحد ذاته فعل إيجابي لكن برضو إحنا بدنا نوعية الصلاة ونوعية هذا الفعل الإيجابي تكون أعظم عند ربنا وبنظر ربنا لما نحن نتعمد اللبس المحتشم في الكنيسة عنا لبس مش محتشم وعنا لبس أشكال ألوان خليه لأمور أخرى لكن لبس الكنيسة خليه يكون مميز دائما كنت دائما أحكي بنتي ها أنتوا عارفين بنتي صبية ربكة اللي بتعمل نشرة الأخبار يعني عند هاللبس كاب بقيت الصبايا والبنات يعني وكل العالم بتعرف يعني إنه الصبايا يا الأيامات هادي الموضة اللي ماشيين عليها الصبايا والها إحنا ما مش عم نعم بنطلب من البنات كل ياتهم الصبايا يكونوا رهبات ويلبسوا مثل الرهبات بالشوارع أو بالأماكن الأخرى إحنا ماشيين حسب الموضة نعم ما عم نقول ما تمشوش وما عم نقول إنه ما تعيشوش حياتكم يا صبايا وشباب لكن هناك في يعني معايير لازم نلتزم فيها نحترمها يعني لما الكاهن يقول إنه بتيجوا على بيته أبي بيت الصلاة اللي هو الكنيسة بتيجوا بلباس محتشم نحترم أول إشي رهبت المكان يسوع موجود فيه يسوع بده يشوفك بأحلى لبسة وبأحلى هيئة تكون محتشمة يعني بالعهد القديم هذا محوة لما أخطأت حواء وشافت حالة عريانة راح تتغطي حالها يعني بأي إشي ستر أمام وجهة يعني رهبت ربنا ما بقدر أكون فيه عريان لابس مزلط وخاصة اللي منشوفه بالمشاهد الأعراس يعني أوفر كيف ما بقوله يعني جدا يعني صار كتير والكاهن مش قادر يحكي أحيانا لأنه ما بدوا يزعل العائلات ما بدوا يزعل الصبايا وما بدوا يكسر بخاطرهم وما بدوا يجرحهم كانوا خوارنا كبار بالعمر لما يحكوا للبنة ما بتقدميش للمناولة من دون ما تتستري أنا بتذكر حادثة في بعض الكنايس وأنا ما بلوني من الكاهن لما عروس رفض الكاهن الكنيسة اللي بدوا يقوم باحتفال العرس رفض إنه يكلل إلا للستة العروس تتستر لأنه كان الفسطان كتير يعني كان أوفر فحكا لي الأبونا ما قدرت فحكا له قال له منين بأجيب هلا إشار بوز جاكيت كان دنيا صيف قال له ما إلي دخل لبسها جاكيتك ففعلا شال الأب جاكيته ولبسه للعروس على كتافها عشان تدخل الكنيسة ويخلصوا الصلاة طبعا صار في زعلة كتير من بهذا الموضوع من العائلات من الأبونا لكن أبونا إذا بدوا يتنازل فصفه ما فيش التزام ما في احترام فأنا لما باجي على الكنيسة أبونا وباللباس غير محترم أنا مش مآمنة إذن بوجود ربنا بالكنيسة جاي بس للفرجة طبعا تكميل واجب وتكميل واجب أو إنه الكل رايح يلا بدي أروح يلا عرسه بدنا نلتم عليه مظبوط عرس إلهي لكن فيه له لبسه الخاص فيه لهذا العرس ولحضورنا أمام الله بصراحة ورح أقولها ورح يزعلوا مني ممكن الناس أنا مش عهداء قديم يعني كمان وأنا يعني ست بعرف اللبس وبعرف الأناقة وبعرف الموضة لكن عم بقول اللي بيجي بلباس غير محتشم على الكنيسة مش مآمن إنه في وجود ربنا في الكنيسة جاي بس فرجة مش محترم بعدين من هنا إحنا بننوه بإعداد المتزوجين بدورات إعداد قبل الزواج نعم إنه الكاهن يجب عليه اللي بدي يكللهم يعني مثلا أنا خطبت شاب وصبية بالصيف بدهم يتجاوزوا لازم أقعد معهم أكتر من قاعدة من بينهم بالحكي هذا إنه إحنا بننوه كمان إنه كمان لازم اللبس الفسطان لما بتخطي ما يستحي الكاهن من قبل مشان لا تنحرج هي ولا أنا أكبر ما فيه لفل معين ما منسمح فيه بالكنيسة خصوصا كنائسنا البيزنطية القديمة يعني حتى فيه ناس مثلا بحب يفوت على بعزفوا على مثلا كمنجة أو بعزفوا على بنقولوا مسموح في مدخل الكنيسة مش أثناء الرتبة مثلا لا فيه ناس بعمل كذا فيه لا تقليل نعم مسبقا مشان ما ينحرجوا ننوه يا جماعة إنه كمان الفسطاني العروس الأبيض اللي بتتلبسه كمان يكون ضمن اللباقة والكياسة المتعارف عليها كذا ما يكون الشكلير كذا فيه أشياء قبل زواج يمكن إنه يتفقوا عليها في ترتيب الاحتفالات عشان ما نتفاجأ بوقتها بيصير وبتحصل مع أغلب الكهني إنه بوقتها بيصير في تتشات بيصير في لما بيغنوا في بعض التقاليد والفلكلور وبيضلهم ما بيخلوا بدي يطلع بالتقس البيزنطي للأرثوذكس والروم الكاتولي لازم الكهني يطلع يجيبهم من على وش يفوتوا اللاتي ما تم بيفوتوا لحالهم فبيطلع بيضلهم يغنوا بيضلهم يغنوا طب صار الوقت في عندنا مناسبة تانية بعديها في عندنا بيضلهم هدول مبسوطين طول بالك يا أبونا هدول مبسوطين فرحة العمر بتطول بالك شوي فأحيانا يعني بتضطر إنه تتدخد قولي عمي خلاص بدي أنا بفوت بفوت تلحقوني ولا أخليكوا على الباب فللأسف أحيانا الناس اللي مش جاي على الكنيسة عشان تصلي وهم كثر يعني في منهم أصلا أشخاص هم بيجوا لأسباب العمل تاعهم شغلهم يعني ممكن يجي بيع إشي عباب الكنيسة أو ممكن يكون هو جاي ينقل حدث معين من تلفزيون معين من كذا من أي جهة وفي أشخاص هم جايين بس إرضاءا لأهل المتوفي أو إرضاءا لأهل المتزوج يعني جايين يحضروا مناسبة هم بالأصل مش من أولاد الكنيسة اللي بيصلوا كل أحب مش كل واحد بسجل بشهادة الميلاد الدياني المسيحية يعني هو مسيحي في كثير للأسف ما بيجوا على الكنيسة إلا بس واجب وهدول اللي بنشوف ليش أحد الشاعرين دائماً كل كنايسنا حتى اللي عدادنا قليلة إحنا لأ بأحد الشاعرين بيكون فل لأنهم جايين عشان يتصور مع ابنه ويشوف الشهداء قبل كورونا يعني كمان كانت الناس يعني بساحتنا بكنيسة ببرج الحمام يعني تشوف هالعام أقول طب وين هم هدول الناس بالأيام العادي بالزبط مجايين عشان حفلة مش جايين عشان يصلوا وللأسف هدول الأشخاص اللي يسوع بفتش عنهم يعني بحكي للأسف مجدداً إنهم هم مش عم بيجوا على دعوة يسوع يعني يسوع هو بيعزم عليهم بس دائماً في علاقتنا مع يسوع بعطينا هذا البعد من الحرية يعني هو بفتش على الخرف الضال بفتش على ابن الضال ولكن في نفس الوقت ويسوع بيقول ها أنا لا واقف على الباب هو بيعزم عليك بيقول لك هاي القداس اليوم تفضلوا معي ساعة من يوم يوم من سبعة أيام مهما كانوا انشغالاتنا بهالحياة وهينا يجينا ويجينا على كنيسة فزي ما هاتفضلتي من كل من الأجواء الرحانية يعني لازم الموبايل ينطفي لازم يعني ممكن واحد ينساه ممكن إحنا نلوه يقونا نطفيش الموبايل هلا صارت كل الرتب عشان عدم استعمال الكتب لأنه عشان كروم الفترة الحالية صاروا يسحطوا التراتيل والطقس الأداس على الموبايل يبعتوا كاهن الرعية ويقولهم هايوا على الموبايل صاروا يفتحوا الموبايل يجيه هو عدم عم تبع القراءات عم تبع القراءات الرسالة الأولى والرسالة الثانية والإنجيل وهيق عم تبع على الموبايل تيجي المسيجات يعني أولئت مسيجات جيب خبز معك بيكون مسيج مهمة أو شي بصير يفتحها بصير يعد يتفقد يعني هذا موضوع الموبايل بصراحة بشتت يعني نحنا من يعني بنوصي إنه بعض الكنيس إنها إلها القدرة إنها تعمل الشاشات الكبيرة أنا بفضلها لكن موضوع الموبايل يعني هذا صفى إنه تشتت وأيضا يعني عدم إحنا بنطلب عدم استعمال موبايل ونحطه على الصين وكذا إيش حال إنه الناس صارت تحمل الموبايلات يعني في واحد من الأدديس أنا إحنا صورنا وهيك والناس مسكين الموبايلات بس مش مسكينه يعني مثلا كنه بس هيك إنه يقرأوا في لا مسكينه عم بعمل هيك طيب يعني يعني إيش معنات هاي الحركة هاي الحركة يعني عم بتفقد الفيسبوك أو قاعدة عم بتفقد يعني حتى قداس البابا صلى على الموبايل يعني عمل قداس من الفاتيكان بدون الكتاء أو هو من الموبايل يعني من الموبايل نعم بهذا الشي لأنه برضو موضوع الموبايل هذا تشتت كنائس زي ما حكينا كنا نوصي إنه الكنائس تكون محتاطة بشاشات كبيرة للناس المصلين لكن نرجع أبونا على الموضوع الأساسي إنه موضوع الاحتشام هو يبدأ من مزبوط الكنيسة لكن من المدرسة اللي يتعلموا الأولاد موضوع الاحتشام موضوع احترام الكنيسة الولاد من المدرسة من البيت البيت المسيحي يعني الأسرة المسيحية يعني في الأم أهم يعني الأم والأب كمان إنه لما بيسمحوا لبنتهم تطلع أو ولادهم لابس الشورت أو بالقط هذا بالصيف رايح على الكنيسة مزبوط شوب وإلى آخر ويلا خلي الولد على راحته ما هو طفل أو البنات مثلا الصغار تقول لك ما هنه أطفال وهيك العمر معين محمولة الواحد إنه لكن لما بيكبروا الأطفال ويعرفوا ويوعوا إنه أنا مسموح لي ألبس أصير على الكنيسة وهيك يعني ما بيتربوا على موضوع إنه لا فيه احتشام للكنيسة حتى لو إنك طفل مثلا عمر سبع تمنى سنين إنه لا يعني هدول إزيما بقولوا طفولة بريئة لكن لما بيتعودوا من هنه صغار إنه فيك لا ألبسي فسطاني الثاني يعني هرايحين على الكنيسة هذا تخليه لبعدين لما بتروح بالكنيسة ألبسي فسطاني الثاني يكون مستر أكتر حتى لو إنه طفل فنحنا مش بدنا نمنع الأطفال ومناش نحد من حريتهم في موضوع اللباس لكن بدنا نعولمهم درس من هنه صغار إنه فيه احترام وفيه حشمة باللباس لروحة الكنيسة المدرسة البيت وأيضا في التعليم مدارس الأحد والتعليم المسيحي ومتل ما تفضلت أبونا نحنا هلا يعني فيه بعض الأشخاص بقولوا يجب أن يكون هذا الموضوع له حل جذري هلا بلشت تو على الكنيسة على هذا الموضوع خاصة فيه التحضير للزواجات موضوع إنه بالأعراس ينبهوا وهن العرسان عم بياخدوا دروس التحضير إنه ينبهوا على عائلاتهم للشبينة للأشرز اللي بكون موجودين إنه رجعا الاحتشام في اللباس يعني الكنيسة فيه إلها غطاء يكون مثلا باللبس يعني حسب الستايل تبع الفساطين وهذا ولما بروحوا عالسهرة حفلة لما بتفتح الدنيا طبعا هم نحكي بس لما بروح عالسهرة حفلة يشلحوا هالغطاء أو هال الإشارب أو هالجاكيت أو التوب اللي عاملينه يعني يعملوا شيء خصوصي للكنيسة لأنه على موضوع الاحتشام صدقني هذا جدا موضوع مهم ولازم العودة للأبونا إنه نشدد عليه لأنه صارت في بعض الكنائس وبعض الممارسات بعض العائلات يعني في استهتار وزي ما حكيت لك أبونا أنا لما بدخل على كنيسة وبشوف ست أو صبية لابس القصير كتير وطول الوهيد وقاعد عم بتشجد وأيضا مفتوح كتير بقول إنه هادي جاي على الكنيسة بس مش عارفة إنه الله موجود بها الكنيسة يعني ما عندها هذا الإيمان إنه ربنا بالكنيسة لو عندها هذا الإيمان الداخلي إنها جاي على الكنيسة على بيت الله و الله حاضر في هذا فبشوف بقول يعني ربنا إنه يلهمهم و الله إنه يشتغل في قلوبهم تا يشعروا بحضوره وسعيدها الالتزام باللباس بنحل يعني لو أنا حكيت وضليتك إنت ككاهن تحكي ولا أوات الأم تتحكي لابنت مش رد عليها ولا العروس بتقولك يا أبونا معلش لو سمحت ما تأيدني أنا هيك الموديل تبع الفستان وهيك إنتي جاي على الكنيسة بالعروس ولابستي لهذا اللباس يعني مبروك لكل العروسات وهلا بالصيف رح يكتر العراس خاصة بعد الفصح الماجي إنتي جاي على كنيسة تتزوجي وما رح يعني رح تبل شي بداية حياتك في شي مقدس رح تحملي من الكنيسة وتنقلي لبيتك الجديد يعني إذا أنتي مش مآمنة بوجود ربنا في الكنيسة يبارك هذا الزواج ويبارك عائلتك الصغيرة يعني اللباس بيعكس ما في داخل الإنسان من إيمان طبعا خاصة في حضور الله في بيته في كنيسته فموضوع الحشمة برجع لقلبك ولا إيمانك وموضوع الحشمة برجع لقلبك ولا إيمانك في حضور الله بحياتك وحضور الله في الكنيسة فبالنهاية أبونا إحنا يعني بدنا نختم وأيضا بدنا نسلم على كل الأشخاص اللي معانا على صفحتنا على الفيسبوك بدنا نقول لكل الأشخاص اللي بعتونا كمان بالكومنتات مرهج نصرة وإيمان الشريحة ولنا حداد وأيضا إيفون حتر إنفادي سعد صباحك وريمة نصراوين معيسة وريمة الصيداوي ونرمين الزعموت نهلة شداد وأخرين يعني إحنا شكرين كثير حضوركم شكرين متابعتكم وأيضا محبتكم في برنامجنا الأسبوعي صباحكم نور نحن رح نختم حلقتنا وأيضا سننتقل مباشر أيضا في عادل الحلقة على نورسات للي ما حضرنا يحضرنا على النورسات في الحديث واللي بتمنى أنكم أنتم استحسنتوا ما تكلمنا به وأيضا نتمنى لكم عيات فصحية مجيد مبارك ومنقولكم المسيح قام حقا قام أبونا كلمة أخيرة تعطينا البركة وننطلق بسلام ومحبة وفرح المسيح آمين نطلب الصلاة مقدسة للجميع نياتكم الصالحة كل نياتها بنقدمها اليوم بخشوع بكل حنية بكل محبة بكل تواضع بهالأسبوع المقدس العظيم هذا الأسبوع الفعلا نسميه أسبوع مقدس وعظيم إحنا ما بنحكي بتقصنا عنه أسبوع الآلام قد ما بنحكي عنه أسبوع العظيم المقدس العظيم المقدس ببهجته برهبة هذا الألم الممجد الذي سوف يقودنا إلى القيام نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشاوكة الروح القدس فلتكن مع جميعكم اذهبوا بسلام المسيح سلام المسيح أبونا يسعد صباحكم صباحكم نور وإلى اللقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر صباحكم نور صباحكم نور صباحكم نور صباحكم نور